وهو ربنا وربكم ورب العالمين فليس لأحد منا أن ينفرد بالله عز وجل هو الخالق والكل مخلوق هو الرازق والكل مرزوق هو الرب والكل مربوب وهو ربنا وربكم شئتم أم أبيتم وإن كنتم على حق فامنعوا عنا عطاء الربوبية امنعوا عنا الهواء امنعوا عنا أشعة الشمس فإن اتفقنا نحن وأنتم على أن الله عز وجل هو رب العالمين فلابد أن نتفق على وجه للتفضيل فلابد أن أحدنا على صواب والآخر على خطأ فكيف نعرف من هو على صواب ومن هو على خطأ لا سبيل أمامنا إلا اللجوء لأعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم دعونا ننظر إلى أعمالنا وأعمالكم أنتم حرفتم التوراة والإنجيل ونحن لم نحرف القرآن الكريم أنتم قتلتم الأنبياء ونحن لم نقتل الأنبياء أنتم أشرقتم بالله وقلتم عزير بن الله وقلتم عيسى بن الله ونحن لم نقل إلا لا إله إلا الله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وكل مجازى بعمله من أحسن له الحسنة ومن أساء فعليه وزرة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن براء من أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلنعم اليوم يشرف به الإنسان بعمله عند الله وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون ونحن له مخلصون فالإخلاص هو طريق الخلاص ونحن له مخلصون ليس في العبادات وحسب بل في العادات كالمأكل والمشرب والملبس والإخلاص لله في العادات يحولها إلى عبادات تؤجر عليها ونحن له مخلصون لأن عمل دون إخلاص لله لا فائدة ولا جدوى منه ونحن له مخلصون وأنتم لهوى أنفسكم متبعون ونحن له مخلصون في الظاهر والباطن في السر والعلى في الصغير والكبير ونحن له مخلصون في الماضي والحاضر والمستقبل وعلى الإخلاص مخيمون ثابتون فمن منا حق بالله وإحسانه من أخلص لله أم من أشرك بالله جزاكم الله خيرا